طريعاً مع بعض نشوف كمان الوطن سبورتو بيتكلموا عن إن فيه قلق في النادي الأهلي بسبب علي معلول قبل السوبر الإفريقي والأمر هنا متعلق طبعاً بإصابة علي معلول الفترة الأخيرة وعدم مشاركته مع المنتخب التونسي وده هيبان أكثر بقى في مباراته غداً أمام منتخبنا الوطني إذا شارك وتطميننا على حالته هيكون جايز لماتش السوبر إذا ما شاركش هيكون فيه قلق بقى على فكرة علي يلحق الماتش ولا ما يلحقش الماتش طيب نروح كمان لآخر حاجة معايا وهو الحساب الرسمي للأهرام بيتكلموا على محمد محمود وفيه عرض جديد من الاتحاد السكندري اللي طلب استعارة محمد محمود من الأهلي خلال الفترة اللي جاية الأهلي بينتظر حسم اللاعب لموقفه خلال الفترة اللي جاية إذا رغب فيه إنه هو ينتقل على سبيل الأعارة للاتحاد السكندري عشان ياخد فرصة المشاركة في المباريات الأهلي هيوافق لكن في النهاية الأمر متوقف على رغبة محمد محمود اللي أنا عارفها لغاية دلوقتي إنه عايز يتكمل في الأهلي وعنده تحدي إنه عايز يفرد نفسه واسمه على التشكيلة الأساسية مع بيتسو موسيماني أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونبدأ نتكلم على استعدادات منتخبنا لمباراة تونس